بصباحنا غير ولمن محطتنا الأخيرة؟ محطتنا الأخيرة أكيد لآخر فقرة لليوم مع آخر ضيف طالبت سوريا جنود للتحرير والبناء الجولان لنا ما كان مجرد شعار بل بوصلت عمل الطلاب السوريين بالداخل والخارج للاحتجاج على القرار الجائر بحق الجولان العربي السوري المحتل وليكون العنوان بمناسبة يوم الطالب العربي السوري التاسع والستين جهود ترجمت على الأرض بفعاليات وتحركات احتجاجية زادت الأمل بجنود التحرير والبناء رح نتعرف عليها اليوم مع باسم سودان حضو مكتب التنفيذ للاتحاد الوطني طلبت سوريا ورئيس الفروع الخارجية يسعد صباحك صواح النور يا أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم يسعد صباحك يعني بالبداية خلينا نحكي اليوم عن عيد الطالب السوري العربي التاسع والستين والشعار اللي رافق هذا اليوم نعم يعني مثل ما تفضلت وذكرته المناسبة هي العيد التاسع والستين لعيد الطالب العربي السوري وهي حقيقة احتفال بيوم الطالب العربي السوري اللي ذكر عن إعقاد المؤتمر الطلابي العربي السوري اللي صارت في مدينة اللازقية عام الف وتسعمائة وخمسين وبتحديد في ثلاثين آزار في سانوية تجهيز البنين أنا زاك والمعروف حاليا بسانوية جوالجمالي الأمر الملفد بهذا المؤتمر أكثر من موضع أولا حضر هذا المؤتمر الطلابي أو هذا اليوم الطلابي ممثلين عن معظم المحافظات السورية الأمر الثاني أيضا وهو مسار فخرنا واعتزازنا نحن أن من خطط ودع وقاد هذا المؤتمر الطلابي الأول هو القاعد المؤسس حافظ الأسد الأمر الثالث أيضا المهم جدا هو ما خرج من مقررات من هذا المؤتمر وإن كان هذه المقررات تدل على شيء فإنها تدل على وعي القادة الأول القادة الطلابين الأول وقادة الحركة الطلابية العربية السورية منذ عام 1950 أهم هذه القرارات حقيقة الأمر هي كانت الدعوة لتحقيق الوحدة العربية من المحيط للخليج الدعوة لمحاربة الاستعمار بأشكاله وأنواعه أيضا الدعوة لتعريب الشركات الأجنبية وتأميمها الدعوة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص الدعوة لديمقراطية التعليم المعروف لدى الجميع كان ديمقراطية التعليم محصورة بأبناء الاقطاعين في تلك الفترة أيضا الدعوة إلى إدخال مادة أو منهاج التدريب العسكري في المناهج المدرسي والجامعي في تلك الفترة فهذا أعتقد هو نضوج وهي رسالة كانت من القيادات الطلابية أو من الطليعة الطلابية لكل العالم بأن الطلاب موجودين وعلى الأرض وهنا رحي قاتل ويناطل وحقيقة حركة الطلابية قدمت الشهداء على مر التاريخ والعصور الهدف من هذا الشعار هو حقيقة من اللحظة الأولى خلينا نحكي لبدء الحرب على سوريا كان الطلاب في مقدمة من قام بحماية منشآته التعليمي جامعاته دافع عن هذه المكتسابات العلمية أيضا أول ما نضوى تحت لواء الجيش العربي السوري وأيضا أول ما نضوى تحت لواء القوات الرديفة يعني استمرارنا في كمان أماكن التعليم والمحاضرات والعلم هذا أكبر سلاح للطلاب صحيح الشهداء كانوا نوعين الشهداء قضوا وهنا في جامعات ونتيجة قزائف الحقد والشهداء أيضا آخرين قضوا في جبهات القتال لذلك الطلبة هني جند للتحرير جند للبناء بحكم المعارف اللي عم يكتسبوها لما عم يتخرجوا رح يكون في قيم مضافة ورح يساهموا في إعادة بناء البلد وأعمار سوريا هلا مننتقل لجهود طلابية كبيرة كانت متصدرة المشهد خلال الأيام الماضية مع القرار الجائر بحق الجولان خلينا نحكي عن دوركم كاتحاد طلبة سوريا أول شي خلينا نسبت معلومي أن هذا القرار هو قرار جائر بكل ما تعني الكلمة من معنى وهو قرار أحادي الجانب قرار من لا يملك أي حق في إصدار هذا القرار لأرض غيره فهذا بحكم القوانين بحكم الأعراف الدولية بحكم منظمات المجتمع الدولي هو قرار ساقط بطبيعة الحال ومثل ما معروف الاتحاد الوطني طلبة سوريا وطلاب سوريا دائما كانوا في المقدمة لذلك نحن مباشرة في فروعنا الداخلي وفي قيادة الاتحاد صدينا لهذا الموضوع وعبرنا عن رأينا عبرنا أنه متماسكين بأرضنا المغتصبي سنعمل على تحرير هذه الأرض نحن مؤمنين بوحدة سوريا وهذه الرسالة كانت للمجتمع الدولي لذلك شفتوا عشرات الآلاف واللي ظاهروا وطلعوا ونددوا بهذا الأمر طلابنا من جميع دول العالم داخل سوريا وخارج سوريا كان شاشة الإخبارية السورية بيوم الطالب من خلال نوافذ متعددة نقلت رسالة الطالب السوري التي تزامنت مثل ما قلنا بكلمة خاصة لأجولان العربي السوري المحتلل اليوم حضرتك رئيس الفروع الخارجية نحكي عن تحركات الطلابية بالخارج اللي قمتوا فيها ومن ضمنها كان الاحتجاج لقرار ترامب مكتب الفروع الخارجية وأحد مكاتب الاتحاد الوطني طرابة سوريا وبالتالي هذا المكتب يعنى بحياة الطالبية لزملائنا الدارسين خارج الوطن ونحن بحقيقة الأمر في الفترات السابقة كان دور طلاب نضالي لأنه كنا عم نتعرض لحرب كونية فلذلك عبروا الطلاب عبر أسقاع الأرض وعبر أماكن دراستهم في معظم فروعنا الخارجية عن انتماء لهذا الوطن وعن تمسكن بوحدة سوريا وعن إضاحة الصورة الحقيقية للمؤامرة اللي كانت تجري بين الكواليس من هذه الدول الداعمة للإرهاب لذلك نحن هاي الفعالية اللي كان بمناسبة عيد الطالب واللي شارك فيها 28 فرع خارجي 28 دولة واللي كنتوا جزء من ناقل رئيسي لهذه الفعالية عبروا الطلاب أول شي عن احتفالهم وتمجيد هذا اليوم الطلابي اللي نحن بنعتز فيه واللي هو سبب انطلاق منظمتنا الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وبذات الوقت عبروا أيضا عن موقفهم ضد هذه السياسة الرعناء اللي عم تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ومثل ما شفتوا يعني حتى في هذه الفعالية حضر الكثير من لإضافة للجالي والطلاب حضر الكثير من مؤيدين لقضايانا العادل سواء كانوا سياسيين أو برلامانيين أو جامعيين هلأ منجل نحن لطلبة سوريا هم جنود البناء والتحرير هذا هو كان شعاركم طيب شو هي المسؤوليات المترتبة على عاطق الطالب في سوريا شوفي رسالة الطالب ورسالة منظمتنا من التأسيس ومسؤولية الطالب نعم هي رسالة تتمحور فيه ثلاث أهداف أساسية هدف معرفي وهدف أخلاقي وهدف نضالي أكيد الهدف المعرفي هو عبر تحصيل العلم ومتابعة العلم والحصول على التعليم الجيد واللائق أنا أعتقد طلابنا في الخارج خير مثال على أنه تحصيلنا المعرفي أكثر من رائع في كل عام نحتفل بعشرات المتفوقين في الجامعات الأوروبية والغربية فهي الرسالة المعرفية نحن اللي بنبعثها للعالم الرسالة الأخلاقية أنه نحن منسجمين أخلاقيا مع كل المجتمعات ونحن العرف الأخلاقي والإنساني الموجود عند السوريين يحترم جميع الأطياف على اختلاف انتماءاتهم حسن الجوار الحوار تقبل أنظمة والقوانين يعني نحن هلأ لما نعمل وقفة في الخارج نحن نقوم عبر القوانين بتقديم طلبات كما هو واقع الحال في هذه الدول ونسجب مع هذه الطلبات ونتقيد بقوانين هذه الدول فهي الرسالة أخلاقية الرسالة النضالية يعني بعتقد خلال فترة الحرب على سوريا ثمين سنوات هناك قام الاتحاد وقام زملاءنا الطلاب في الخارج يعني وقفات نعم مع وطنهم للدفاع عن جيشهم مع قيادتهم السياسي لضحض الافتراءات لكشف المؤامرة لكشف الإرهاب ومثل ما لا يخفى على الجميع يعني أنه كانت وسائل الإعلام الغربي في فترات كثيرة مسيطرة على شوارع على الشارع الغربي وعلى الشعب الأوروبي فبالتالي ساهم الطلاب إلى حد كبير في كسر هذه المؤامرة في إظهار الحقيقة في إظهار هويتنا وانتماءنا ورسالتنا الحضاري عبر التاريخ حكي عن سوريا الحضارة حكي عن سوريا العراق هنن سفراء علم بالنهاية وهنن سفراء أيضا لبلدون سوريا بأي مكان بيكونوا عم يتواجدوا فيه وهون خلينا نحكي عن الدور المؤثر للطالب السوري اللي بيحمل كتير من الوعي نحو قضايا الوطنية واللي ترجم خلال السنوات الماضية سبع سنين من الحرب على سوريا كان فيه أجيال من طلاب العلم بالخارج حملوا قضية وطنهم أيضا إلى جانب خلينا نقول السلاح الأسمى اللي نحن بنحارف فيه دائما اللي هو العلم والثقافة صحيح يعني الطالب بحقيقة الأمر يعني بحكم عمره الفيزيولوجيا الزمني فهو يتمتع بحيوية ونشاط ثانيا بحكم تلقي لي السورة المعرفية أيضا هو يعني جاهز فكريا لهذا الموضوع ثالثا الطالب يعيش هو جزء من المجتمع فرض المجتمع يعيش في إسراء يعيش في مجتمع في قرية في منطقة في مدينة فهو يتأثر ويوسر فهذه حالة طبيعية فلذلك الطلاب كان أول من تصدى لحقيقة للمؤامرة هي اللي صارت وأول من تحسسها لطبيعة المؤامرة والفبركات اللي كانت موجودة لذلك شفتوهم يعني في دول العالم من اللحظة الأولى كانوا في مقدمة من تصدى لهذه المعرك الكونية بشكل حضاري بشكل إنساني بشكل معرفي استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي استخدموا الوسائل الحضارية في نقل ما يحاك من مؤامرة على سوريا ونحن أثرنا كما باقي الشرائح الأخرى إلى حد كبير وحققنا اختراقات كثيرة سواء كان عبر المجتمعات اللي عايشين فيها بتعرفي انت حكيتي سفراء حقيقين بتعرفي الحصار الجائر والعقوبات الجائرة أدت إلى أغلاق معظم سفاراتنا في الخارج فلذلك كان الممثل الشرعي إنه فروع الاتحاد الوطني طلبت سوريا الدور اللي كانت تأخذوا سفاراتنا أصبح فرع الاتحاد هو عم ياخده سواء كان يتعلق بالتحصيل العلمي سواء كان يتعلق بالمصدق الدرسي سواء ما كان يتعلق بتأجيل عن خدمة العالم كل هاي الأمور كان ملقى على عاتق وكاهل زملائنا في فروع الاتحاد الوطني طلبت سوريا فكانوا خير ممثل لهذه الشريحة الطلابية وكانوا الطلاب حقيقة قدوي للجميع في الخارج وكانوا يعني حققوا هذا الاختراق بمجالات سواء كانت شعبية سواء كانت إعلامية سواء كانت ثقافية أو فكرية عبر تنظيم ندوات وحوارات ونقاشات وأكبر دليل على أنه الآن أصبحوا أساتذ الجامعة ومداء الكليات مجموعة كبيرة من البرلمانيين مجموعة كبيرة من المجتمع المدني يساهم في هذه الفعاليات التي يقيمها الاتحاد الوطني طلبت سوريا طبعا حاليا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وبتحديد مع سفاراتنا اللي موجودة في حال وجدت على أرض الخارج هنا مثل ما بنعرف اتحاد طلبت سوريا هنا نقوفيها بيئة العلم والمعرفة وبالسلاح وبالدماء كان له الدور كتير متميز بيئة الواجب الوطني ببناء الوطن الغالي سوريا وفي مواجهة الإرهاب نتشكرك كتير ونتشكر كلك المائلتا نوجه تحية لكل طالب عم يسمعنا شكرا لكم ولا استضافتكم وكل عام وانتوا بخير شكرا لك الاستاذ باسم سودان عضو مكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلب السوريا ورئيس الفروع الخارجية وتحية كبيرة أكيد لكل طلاب سوريا ولا بنات على الأجهال شكرا لك شكرا لكم